الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لامر تلك آيات الكتاب المدين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن رصبه إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قم يصهي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فاد لا دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلاء وأسرواه بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمل بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه عسى أن يافعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الرآب الرهال ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دمر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجل أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذابك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسنت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليستنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبئتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسناء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أنا أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتياما وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشطاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع وعلم لا ينفع اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها إلهنا وسيدنا ومولانا لا تجعل لنا هما إلا خرجت ولا أكربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا مظلوما إلا انتصرت ولا ظالما إلا خذلت ولا ساحرا إلا فضحت ولا منافقا إلا فضحت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا وليا إلا هديت ولا ولدا إلا أصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها للا لرحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما يا من وسعت رحمته كل شيء إرحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم وأعني شأنهم واشف مريضهم وعاف وابتلاهم اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم إنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا ونسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا اللهم إنا نسألك الوفاء من أولادنا أبنائنا وبناتنا يا سامع الدعوات اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا وصل لهم وسلم على نبينا محمد